اتخذش على الاهلي اهلا بك يا مهندس اهلا بك عزيزي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين حلقة النهاردة من ملك وكتابة 882 بيبدأها المهندس عدلي بالغنى معرفش انتو رأيكم ايه سيري بينا يا دنيا انت هلابت على محمد سعد ما هي الكورة بيتعاملة زي الدنيا كده بتحركنا زي ما عايزة اه 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 طبعا اللي انا عايز اقوله ان كورة القضاء تستعرض بعدين نتكلم ولا نقول الكلمتين الاول اشرح لك الطيب النتائج التي تتحقق على ارض الواقع القوة الكبرى تترنح امام القوة التي يظن انها صغر انت تعطلت دلوقتي عشان تتابع اخر ثانية في الكاميرا اه قمتلك الثانية ما نشوف الكاميرا رح تخلص يعني الكاميرون مصر غانا ناجيريا لم ينجوا من هذا الفخ الا صاحب الارض باعدة باعدة والسنغال حامل اللقب والسنغال حامل لقب اللي لعب برضو كل السنغال بيلاعب عشرة الكاميرون بتلاعب عشرة ولوصة يا حبيبي مش عارفين يدركوا اكتر من التعادل بالنسبة للكاميرون اعتقد ان مجموعة مصر هي الموقف الاكثر تعقيدا بهزيمة غانا وتعادل مصر مع موزنبيق بقت مباراة الخميس بقت غانا ومصر هي اللي هتحدد مين اللي هتكمل المشوار القادم حتى بتأثر على موزنبيق والرأس الأخضر عموما دي استهلالية يعني لكن الحلقة فيها كتير من التفاصيل ونقول لكم العنوين اللي فيها شد حيلك يا بلد لسه الأمانة ممكنة والحق نافس المشوار قبل ما ندخل بتفاصيل الكتيرة في موضوع كاس الأمم وملف هذه البطولة اللي الحقيقة يعني جذب كل الاهتمام والانتباه الأهلي في هدوء بيواصل تجهيز فرقته للفترة اللي جاية مستر مارسل كورر من خلال الاختبارات أو التدريبات اليومية لتأهيل الفريق بالذات كمان الجداد يمكن دخل على طول النجم الفلسطيني وسام أبو علي وديكوا شايفين مودست وبقيت اللعيبة كلها الحياة شغالة بحماس شديد لكن كمان الجديدة باشموندس أنه مستر كورر عشان يستكمل التدريبات صعد عدد من اللعبين الناشئين عشر لعيبة من قطاع الناشئين وده في حد ذاته كويس أن الأولاد ياخدوا فرصة أن هما يتشافوا ويسقل موهبتهم ويبقى عندهم أمل حتى لو كان التصعيد ده مؤقت لسد النقص لكن في النهاية قديك بتلمس ملعب التيتش وبتتعامل مع الدرجة الأولى ويبقى فيه فرصة تتشاف وتتشاف العشر لعيبة يوسف عبد الحفيز وأحمد عبدين وعبد الرحمن خالد وإسلام عبد الله وعبد الرحمن عبد الجواد ومازن أسامة وسامير محمد ومعتز محمد ومصطفى أبو الخير وأحمد طعامة كمان السنائي حازم جمال وطرق حسن الحراس الصعدين بيشاركوا في تدريبات حراس المرمى والفري بيوصل تحضيراته للفترة اللي جاية أنتم عارفين أنه أقرب حاجة للأهلي مباراة شباب بالوزداد في الجزائر هتبقى 17 أو 18 فبراير في دوري الأبطال دي أقرب ارتباط للفريق طبعا السنائي أحمد عبد القادر وريضة سليمبي وصلوا البرنامج التأهيل الخاص بيهم تحت إشراف الجهاز الطبي والرباعي مصطفى شوبر ومصطفى مخلوف ومعاهم الصعدين حازم جمال وطرق حسن حراس المرمى مع ميشيل يانكون فيما عدا ذلك الدكتور أحمد جبالة طبيب الفريق بيأكد أنه بالنسبة لريضة سليم اللي كانت أجريت ليه جراحة في الكتف قال أنه حيجري أو هتجري ليه أشعة منتصف الأسبوع اللي جاي إن شاء الله للوقوف على آخر تطور في حالته والتعرف على نسبة شفاية من هذه الإصابة وبعدها يحدد موعد دخوله التدريبات أكد الدكتور جبالة كمان أنه التنسيق والتشاور مستمر مع الجهاز الفني بخصوص بقية اللعيبة خاصة في ملف الإصابات في هذه الفترة مستر كولر كمان عمل جلسة مع كابتن خالد ديبو مدير القطاع للترتيب للمرحلة اللي جاية يعني أنا قلت لك فرصة طيبة جدا سواء للجهاز الفني أو اللعيبة اللي فاتهم قطار المنتخب مش هسميهم البودلاء يعني أنا مش شاف أن الأهلي فيه بودلاء فيه فريق كله يستطيع أن يؤدي نفس الأدوار لكن هي فرصة جيدة مؤكد لمجموعة الصعيدين من الناشئين علشان الرجل يستطيع أنه حتى يعودهم على أجواء الجرعات التدريبية فأنا دائما أرى أن مشكلة أي لعب بيتصعد اختلاف الجرعات التدريبية والأحمال والأجواء فهو حتى لو هو خاد الجرعات دي أو فهم حتى لو عادل فرقته ويرجع يبقى تحت العين عرف أنه تحت العين أي زي ما الجهاز الفني عليه مسئولية أنه يتابع كل هذا الكم من المواهب أيضا اللعبين بقت مسئوليتهم أكبر لأنها مسئولية تتعلق بهم هما أنه يعبر عن نفسه ويبين أنه يستطيع أن يغتنب الفرصة وأنه على قدر المسئولية دول الصعبين العشرة في تدريبات البدنية آه يعني هذه يعني لا دول فيه محراص مارمى كان تدريب حراص المارمى اللي فات دول بقى الفريق ويعني عدد كبير برضو موجود في التدريب ابتدت الأمور تاخد شكل طبيعي لأنك تشهد تدريبات بقى بهذا المستوى من التقل يعني ما هيش بقى يعني خدنا 3-4 أيام العودة ودلوقتي تقريرنا على الأحمال بقى الأشغال الشقة آه الأشغال الشقة هذه أفقال وحديد وأسك وشغلانة آه دول حراص المارمى طيب هل بالنسبة لي المعسكر الخارجي لا دوله أولاد الصاعدين كمان في منهم آه هل بالنسبة للمعسكر الخارجي لأنه حتى الآن ما تحسمش الفريق هيروح معسكر في دبي ولا هيكمل إعداده هنا واضح أنه لسه الخواجة ما حسمش المسألة هو كان طالب آه معسكر بمواصفات معينة أي إذا تم إعداد المعسكر بزير مواصفات حيطلعه آه فحتى الآن ما ما حسمكش بالشكل الله يا عم جالي الإعداد بش كل حاجة حسمت ما حسمتش ما فيش كده آه يعني انت بتجهز وهو بيشوف آه كده كويس آه يلا بينا لكن ما فيش حسمة يعني أنت عندك 8 مع المنتخب الأول والثلاثة الأجانب والثلاثة الأجانب والثلاثة مع المنتخب الأجانب ما عندك 10 أو 11 بعمر كمال بقى 11 لكن إذا كان يستطيع المعسكر ويوجد دوافع ويعمل مش عارفه هيطلع فيه شروط طبعا أن مزانة النادي ما تتحملش المعسكر أعباء إضافية يعني إذا استطعنا توفير هذا الأمر كان بها كان بها طيب المهندس عدل هو بيقلب في الموبايل بتاعه من شوية بيرقبني يا جماعة مش عارف أروح منه فيه شاف لقطة المودست تدحك مودست مودست حط على صفحته صورة بصوا وكتب عليها يا الله من شباك العربية صورها من شباك العربية مش هشوفوا اتكلم داللي هنا في مصر يلا حبيبي كتب يلا حبيبي بس هو مندهش ازاي فيه أربع أفراد ركبين على موتسيكل ما هو الحاجات دي لازم يعرف أن المصريين اللي هم معاراتهم متخاصة ها هيكيفوا نفسهم هكيفة ممكن يلاقي الجيران موجودين ركبين كبا بس هي لقطة فيها خفة ظل يعني وبرضه يباين فراسة عند ال يعني هو اللفت نظر وهذا المنظر ها مستمرابها ازاي يعني طيب لقالي بقى يعني دي آخرت التدريبات والبرنامج اليومي اللي شغال عليه الفريق وان شاء الله يبقى فرصة كويسة قوي للتأهيل البدني وانت عندك فترة طويلة رايحة والحياة كان يمكن قبل كاس الأمم ما تبدأ كابتن عمر حسين كان سؤل لو لا قدر الله المنتخب ما كملش في كاس الأمم هل لو رجع بدري يستقنى في الدوري قالك لا وده السبب الحقيقة طبعا يعني ان شاء الله تعالى هنكمل وحقول لكم الفرص كبيرة جدا مش سهلة كمان انما السبب انك انت حتى لو الظروف حكمت ان المنتخب حيرجع الدوري ما ينفعش يرجع لانه مبدئيا كل الاندية او عدد كبير منها عندها لعبين محترفين في اندية اخرى او في دول تانية فمرتبطين بمنتخباتهم وانا انت عايز تخرج كل الناس مرة واحدة زاد ان البرنامج الفاني يا سيد زبراهيم وانت عملت بطولة زي بطولة كاس الرابطة الاندية شغالة فيها اه الاهل والزمالك اعتذروا لكن بقيت الاندية شغالة فيها فمش هتقدر تقطع كل حاجة از فجأة وترجع ده كانت اجابة الكابتن عامر حسين لكن نتمنى ان شاء الله تعالى باذن الله منتخبنا هيكمل وعشان كده كانت فقرتنا الاولى شد حيلك يا بلد لسه الامانة ممكنة لسه الامانة ممكنة بل ممكنة جدا جدا وهنا عايز قبل ما ندخل في كل التفاصيل استغلوا فرصة المهندس عدلي احنا ليه ردات فعلنا سريعة اوي وشديدة جدا ودايما عايزين نهد كل حاجة من اول مباراة حتى لو كانت النتيجة وحشة بصوا استاذ ابراهيم اتفاهم جدا شغف المصريين بكرة القدم واحنا جزء منهم وتفاهم يعني ضيق البعض مننا ونحن منهم من النتائج السلبية اي اسم لكن اللي دايما احذر منه طيب معانا على الهاتف من ابت جان دلاتين كده من خلمة الدين لا انت برجعي يا صداد انا بجل سفير سيادة السفير شريف سيف سفير مصر في كود دفار سيادة السفير مساء الخير تحياته وتحيات المهندس عدل القيعي اهلا اهلا بحضرتك فانم ومسوان سادي اهلا بحضرتك اهلا يا فانم معالي السفير اهلا بحضرتك اهلا يا فانم الحياة بنتكلم على الاجواء والاصداء بعد النتيجة بتاعت امبارح مصر ومزنبيق حضرتك الدنيا النهاردة مشت ازاي حضرتك طبعا يعني زي ما نقوله يعني كنا نحب طبعا الجبيدات بقى اقوى ولكن الحمد لله برضو يعني اه المباراتين اللي جاي اكيد حيكون فيهم صعوبة زي ما حضرتك فاهل ولكن زي ما نقوله خلينا نركض في اللي جاي ان شاء الله يعني ان شاء الله بيزن ده اللي جاي يبقى احسن اه ونستفيد يعني ما كان فيه اخطاء ولا حاجة اكيد شي استفادة اكيد الجهاز الفني والداري واللعيبة اه عارفين يعني ان امم ممكن يقدوا اكتر من كده ان شاء الله بإذن الله اه النهاردة انا حضرتك روح يعني لفهم اللي قامة بس لاتمئنانا على احوال فريق وقبل ما يتجوا هم الى الملعب التقريب واستقيت مع شهر جمال علان ومع السادة سالة برنداني ومع كابت الحاجر هنا وطبعا فيه حلبنا التركيز يعني ان شاء الله بإذن الله من الادائي بقى افطل في المباراة اللي جاية بإذن الله اه احنا من جانبنا يعني طبعا كأسفارة وكجمهور هنا في عبجان احنا جتلنا وراء الشريك دائما احنا ان شاء الله بإذن الله حذك شوفت اكيدا فيه تواجد جاية من الجمهور المصري وفيه مساند ايضا من بعض الجانبات العربية اه ان شاء الله حنركز في المطش الجاي بردو ان يبقى فيه عدد مناسب من الجمهور حذك عارفة المطش ده حيبقى يعني بصيري صحيح لان جانب غالبت والجمهور الغاني طبعا حيبقى جايد بكثرة في المباراة الخاطبة يعني الحقيقة يعني فيه يعني ان شاء الله بإذن الله يكون فيه إصرار باللعيبة والأدائي بقى أفضل اه ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله ان شاء الله حالة الطاقس حالة الطاقس يا معالي السفير للدرجة ده مؤسرة والله يا فندم يعني أنا لم أحبتش أسير هذه الفضائع عشان عارف الناس هتقول يعني ده بيالثمس وأعظم بالفريق ولكن الحقيقة يعني احنا بنبقى يعني أنا ده موجود في في الستاذ وبنتابع ومش قادرين من كتر الرطوبة يعني رطوبة عالية جدا فينا فما بالك باللعيبة يعني طبعا بعد عشر ده أربع الساعة بيبدأ ويحسوا بيها أكثر ولكن يعني أتمنى من المباراة الجاية أنت هتلاعب الساعة تمانية أن الرطوبة تقشف شوية وأن اللعيبة يقدوا مستوىهم الحقيقي بإذن أن شاء الله والجمهور واضح التذاكر متوفرة للجالية المصرية واضح أن جالية مش قليلة كمان يعني جالية مش كبيرة طبعا ولكن احنا بنحاول بقدر إن كان نوفر بيجينا طلبات من الجمهور بنحاول ننفق مع مسؤول الاتحاد وبنحاول ننفق مع أيضا مع اللجمة المنظمة عشان يوفروا لنا التذاكر خالك عارف المين يعني كأشخاص كل فرد دي خمس تذاكر احنا بنحاول نجمع التذاكر بقدر الإسكان ونساعد الجمهور لأن احنا بيبقانيا سهولة في التواصل مع مع اللجمة المنظمة لشراء التذاكر وربنا يتاهز ونقول إن شاء الله احنا نحتاجين دعم جمهور في المباراة القادمة يمكن أكتر كبير من هذه المباراة دي إن شاء الله يكون في جمهور كويس إن شاء الله بإذن الله يكون نؤدي مباراة جيدة بإذن الله سعاد سفير يعني هل رادة فعل الإعلام اختلفت بعد التعادل ده هل شايفينها مفاجأة هل شايفينها منطقية هل تحدثوا عن حظوظ مصر مثلا في تجاوز هذا الدور ولا يعني هو حقيقة فيه احترام كبير مزال لمنتخب مصر ولكن الإعلام شايف إن فيه مفاجآت كثير يعني حضوك شايف نيجيريا بتتعادل النهاردة برضو أعتقد في الوقت الكاميرون بتتعادل غانب بتتغلد فيه احترام أيضا لمنتخب مصر وتخدير برضو فيه برضو تخوف منه لازم برضو نقول يعني إن إحنا دينا تاريخ في القارة وإمبارح يعني برضو كان فيه متابعة من الجمهور الإيهواري للمباراة ويمكن طبعا يعني في الآخر برضو لما لقوا مزامديس بتقدي هو جمهور محط للكورة لما لقوا مزامديس بتقدي أداة كوية إستاذوا أيضا يعني يشجعوا الفريق المزامدي لكن مزال طبعا فيه اهتمام بالمتابعة الأخوار الأخوار الفريق المصري وهم أعتقد يعني يقولوا عليها يقوم بشيء مفاجآت كثيرة في الطورة مش بس منتخب مصري لكن شايفيني فيه مفاجآت كثيرة إن ما بقاش فيه فرق يعني زي ما كنا بنقول زي أنا قليلة الفريق اللي بيتأهل في حد ذاته يعني تأهل عن صعوبة وعن دادارة فنتمنى زي ما بقول إن شاء الله إن إحنا بقى ما يبقاش فيه مفاجآت دينا بعد كده يبقى مفاجآت في الفرق الثانية بس إن شاء الله والله دي ملاحظة كروية حضرتك بتقول إن حضرتك متابع جيد لكرة القدم لما تقول كل الفرق اللي تأهلت لازم تكون فرق كويسة لأن دي نقطة يجب أن تؤخص في الاعتبار يعني دائما نتغافل عن هذه الحقيقة يعني صحيح يعني لازم إن بقى وردين بقى يعني خلاص يعني سطرة بتاعة الزمان خلاص بشمال ساعد بحضرتك عارف يعني سيد السفير إحنا نشكر ساعدتك جدا وتحياتنا للبعثة كلها وبإذن الله ربنا يوفانا في مباراة الخميس ومباراة الاتنين إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا للسفير شريف سيف سفير مصر في أبت جان وأعتقد طمينكم على حالة الفريق وعلى إن الناس بدأت تدخل في أجواء التركيز بشكل كويس للمباراة اللي جاية وتخلصت يعني من بعض أثار التعادل مع موزنبيق يعني أنت الواحد ما ينفعش يعتص معاك بتشعني وأنا بأعتص السفير كان على التلفون فحنطع الفاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف المهندس عادلي عايز يعتص معنا في إيه بالظامر بس والله الملاحظة الملاحظة اللي قال السفير مهمة جدا أه طبعا أهلا بحضراتكم من جديد كنت قبل الفاصل وقبل مكالمة السفير بسأل المهندس عادلي على ردات الفعل الانفعالية الشديدة دايما هقول لك وبعد الله معتصي وديك فرصة تسحب تكمن تكمن مفيش سفير تاني ردات الفعل غضبة ومفهوم سر الغضب فيها ضيق مؤكد يعني والضيق مبني على اللي احنا بنكرسه من صور زهنية سواء من خلال الإعلام أو احنا بنحط نفسنا في مكانة بنحب نشوف نفسنا فيه ولا تمثل بالتأكيد الصورة الوقعية أو بالضرورة بلاش بالتأكيد ليست بالضرورة أنها تمثل الواقع أي يعني احنا بنتكلم مصر وموزنبيق شايفين الفريق كده أه طبعا لما نأخذ المعلومة اللي سيادتك تفضلت بيها معايا وإحنا بنتناقش أن 12 لاعب ما كانوش في فريق موزنبيق ده كلهم محترفين في الخارج فأنت بتقابل فريق جديد ما تعرفش عنه حاجة كلهم بين البرتغال وأزباني بتقابل فريق مختلف ما تعرفش عنه حاجة ورغم هذا دائما أنا أقول لك في نتيجة مستوى ونتيجة بأسباب أخرى اللي بيخوفك دائما من القادم نتائج المستوى يعني لو شفنا سيطرة من موزنبيق لو شفنا إن محاولتك أقل لو شفنا لو شفنا يبقى أنت في خطر الأرقام هنا بتقول إيه الاستحواز 61 مصر 39 موزنبيق بتقول محاولات 21 لست محاولات لموزنبيق بتقول محاولات صحيحة وهنا بقى النسبة السخيفة إن خمس محاولات صحيحة مقابل محاولتين بس الخمسة من 21 والاتنين من 6 فإنت نسبتك الحقيقة كان ينبغي إنها تكون مثلا تمانية صحيحة وبالتالي الهدف المتوقعة لما يكون عندك خمسة لاتنين يبقى المفروض يطلع 3 أو 7 من 10 وهم 1 و 7 من 10 هم جابوا اتنين وإنت جبت اتنين يبقى هم جابوا أكتر من المتوقع وإنت جبت أقل من المتوقع ودخلنا بقى وضربات الركنية أنت سبعة هم اتنين كل شيء فيه تفوق ليك عدد التمريرات العرضيات بقى اللي توري لك الخلل فين 41 محاولة منهم 9 صحيحة هم 15 محاولة منهم 5 ده لإنه إحنا في ضل ما بنلعبش حاجة غير العرضيات من اليمين ومن الشمال شغالين المساحتين في الاتجاهين وهم وقفين كويس بيردو وهم وقفين متكتنين يبقى كان يقتضي الأمر النوع بالضبط إذن هناك إحنا بنلقى ده هو بس أنا ندعي أن إحنا لو نوعنا كان لازم نكسب يعني مش معنى كده المدرب عمل حاجة غلط وإحنا قلنا الصح هو ما عملوش إحنا بنشوف اللي ما تعملش ونقول ربما لو كان نوع كان قادر وده على الأرجع من وجهة نظرنا من وجهة نظره كيف جون كمل زمنت ناس كتير انتقدت أداء خط الوسط نتيجة مش مفقين على التشكيل ده خدنا اتفق ليس بالضرورة إن لو تحط التشكيل بتاعنا النتيجة تكون أفضل لأنه عارف ليه عمل كده أستاذ إبراهيم دايما أنت بتعرف الخطأ مما تتصوره بعدما تراه تقيم الحدث بعد وقوعه بعد وقوعه البعض الحقيقة قال لك خط الوسط كده لأنه فجئنا بيه ما شفناهوش قبل كده يعني ما شفناش حمد وننه حمد فتح وننه لا مش حمد وثالث تحو مين زيزو زيزو المشكلة عندنا كمان إن تبص تلاقي ما بتعديش على خير قوي تلاقي إن الأربع مفاجآت اللي حصلوا غانا طبعا أخصاهم وبعدين مصر نيجيريا الكاميرون اتنين منهم في مجموعة واحدة اللي أنت وغانا فأصبح واحد منهم حينجوا على حساب الآخر فالأمور بتزيد قلقك وتزيد تعطرك لكن كل حاجة لازم تبقى في حجمها فكرة إننا أهيل الطراب على المنتخب وعلى الجهاز الفني لا مش مش كده يعني لازم نتعلق بالأمل أولا ولازم نتعلق بفكرة إن الأجهزة الفنية جماعة مش معقولة كلها ما بتفهمش إذا في النادي بحصل حاجة يبقى ما بيفهموش إذا مش بتكلم عن نادي الأهلي الوحدة أي فريق ده كل الأندية نعم إذا في المنتخب يبقى ما بيفهموش هم بياخدوا قرارات تختلف عن رؤيتنا أحيانا وتظهر هذه الخلافات في شكل يدايقنا وواضح جدا ساعة النتائج السلبية طب مطلوب من هنا نعمل ما نزعلش لا نزعل ونخضر أما الكرة القدم شغفة إيه تفرح وتزعل وتداي وتقول ده غلطان اعمل اللي انت عايزه ولكن ما تهلش التراب على المنتخب ومتبتديش تبتديش الدعاوة اسحب الصقة من المنتخب ما تشجعوش عشان فولان وفلان هو احنا بتشجع المنتخبات عشان مين عدوا مجلس قدرة هم دقل اللي بيننا وبين المنتخبات ده طب المنتخبات دي بتاعتنا كتر منهم اي فاحنا بتشجع المنتخب لان اسم بلدنا اي بتشجع المنتخب لان دي سعادتنا وبرضو شققنا اي مش عشان فولان يفرح او فولان يزعل هم حرية او فولان مش عجبنا فنتمنى الخسارة عشان خسارة في اه الله دي عاملة بقى زم يكون ايه اتنين مثلا بقالين او سوبر ماركت او بتاع او فالكهنية فيتمنى الخسارة ان شاء الله يخسر معاه بس جاره ده او 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 ابن كاره ده ما يعيشش لحظة سعادة انا هو رخام لا الاحساس كده حيدخلنا في دوامة الشعور السلبي المستمر وانت هترضى عن المنتخب غيرك حيزعل هتزعل غيرك حيارضى لان ما انت زعلان بانتماءك ومسوط بانتماءك اللي هو خارج المنتخب البعض مننا عايزين نانسى مين مسئول ونتمنى الخير لبلدنا لمنتخبنا نتمنى النجاح لفيتوريا واحنا بنقوله يا فيتوريا رأينا كذا والله اذا كان هو يتطفق معانا حي يستفيد يختلف معانا ويعند اذا نجح هيبقى هو صح اذا فشل نبقى نقوله مش قلناه لك بس نستنى الموضوع على بعض خاصة ان ما بقاش فيه متخبات خفيفة يا جماعة احنا ليه متصورين المزنبيق دي جاي تشيل وتمشي ما انت قلت فيه متناشر لعين محترف ما نعرفش عنهم عاجة ومعظم المنتخبات هتليها كده ورل كاب فردي او الرأس الاخدر كده برده هو النهاردة كاميرون متروض لعيب وهم مش عارفين نكسبه لكن لعبة وعش لا ما لعبتش ما لعبتش وعش بس فرقة متكدسة وجون ده شال جون من جوة 18 في الزحمة شاف الكرة ازاي شال على مرتين كان ممكن ترجع تلاقي حد يعمل اذا الموضوع يا جماعة ان توقعوا وكاس العالم قال لنا كده اللي فات ايو قال لنا الارجنتين تخسر وتكسب كاس العالم السعودية تحقق فوز وحيد يطلع لحساب الارجنتين المغرب تيجي تقش وتوصل للسيمي فاينال وتقسل خسارة غير مستحقة مفاجات كانت كتيرة احنا منسميهم مفاجات لكن هو ميزان القوة بقى متقارب فاصبح تاكتيكيا الناس تقدر تلعب على الفوارق البسيطة والتوفيق يشيل الباقي طيب بمناسبة ده الاربع مرشات اللي انت اشارتي لهم في كاس الامم اذا كانت تعادل مصر وتعادل الكاميرو وويس انجغالك مش كاس بالتلاتة قدام عشر لعيبة اه الاربع مرشات اللي شاهدت النتائج غير المتوقعة انت في رأيك ده راجع لانه في قوة جديدة بتتشكل ولا ان الكبار لسه ما سخنوش اولا السببين اه احنا اللي احنا مسميهم كبار هما كبار الخبرة اه طبعا لكن مؤكد ان بتتفاق يعني المغرب لا ما احنا شفنا ده في كاس العالم لسه تبدأ يوم الاربع اه يعني هيبقى عنده فريقين تنزاني انا بعمل علي اه ناقص ابا السنة وهو ناقص انا عرف تعمل ايه والتوفيق سدي ومني كالعادة بشاي المنتخب بلده وماشي بيه كويس احنا بقى نروح مقلبين الليلة على طول لأ ننتظر وبرضو لعباتنا تخلي بالا شوية اه في ممكن الجو يبقى مخليهم انت بتقول لسيادة السفير انت شايف لو لا طعم ما لي نشف عرق لا مش السفير فيتوريا والمدربين والمدربين عاديين كل المدربين كل شوية باسك فوطة بينشف عرق العرق ده نتيجة الرطوبة مش الحرارة اه يا جماعة الرطوبة بتخلي احساسك بالحرارة عالي جدا وبتفقد سوائل النفس بيبقى تقيل لكن المفروض انك انت سبعة ايام بقى تكون تجاوز هذا لا وبقية المنتخبات لانه كل المنتخبات عندها لعيبة محترفة في اوروبا مش عايشين في افريقيا بيعانوا من نفس الحكاية مصطفى محمد فضل متامل على اداء القوي اقرب حد باز المجهود وارقامه بتقول كده اذا فيه ناس بتقدر تتجاوز هالأمر وتتحمله الماتش الجاي بقى ما فوش زار التلاتة بنت ان ما خدتهمش موقفك هتدخني بقى تاني ولا احسن التوالد ولا لا يليق بمصر وبرضو احنا ما بقيناش عارفين نتجاوز الادوار دي اندية منتخبات بسؤولة كان زمان بنتجاوزها بسؤولة دلوقتي بقت الصعوبات شديدة جدا في الادوار دي نتيجة ان الفرق بتعارفة لعبك ازاي اريك كويس بتخش لك يعني شايل همه ككتر ما انت شايل همه ما اعتقدش ان حد بيبقى مسترخي في هذه المبارات وإيلا تبقى يعني عيب بقى مال فين الخبرات نحن نقعد نقول ما احترمناش المنافس واحترمنا المنافس لا احنا عايزين اللي جاي يا سيد ابراهيم وخلينا على المساندة للمنتخب وخلينا ما نرمش الفوطة بدري من ناحة الثقة من هذا المنتخب لان المبرارة القادمة لو فازت بها مصر هتتغير الامور حتى بمزاجنا احنا هتلاقي مزاجنا يختلف احكامنا هتختلف ممكن جدا تقول هو مروان مش كان افضل في الحتة دي وكان ساعد الديفنس الناس يقول لك اصل الديفنس وقلباي الدفاع فييجي واحد يقول لك عشان اللي قدام هم ما كانوش بيوصلوا الكورة بصعوبة كان بيوصلوها كانوا بيوصلوا بسهولة يبقى خط الوصل مش اول خط دفاع بالنسبة لهم وده مؤثر اه مؤثر دلوقتي المدرب مع الفرقة بقالها مدة قادرة بحالة فرقته الحالة البدنية والمعنوية وعنده منتخب مصر له فيه افضل لعيب اخترم على هذا الاساس حتى لما كنا بنقول ياسر يخش اهو داخل يستفيد منه حنشوف حي يعمل ايه لكن لو ما استفدش منه ودنيا عدت مش مفروض ان احنا نتمنى غير توفيق لمنتخب مصر البدايل الهجومية يعني انت كيب تقول اه ممكن تكون ضيعت فرص بس انت لو ما دخلش فيك جولين كنت كسبت الماتش دايما ان اقول كده طالما خط الهجوم حققلك حاجة موش واحد صفر يعني تجيب تقول اه منهم ضرب الجزاء والحمد لله ان تنجو مصر من فخ الهزيمة في هذه المباراة من فرقة زي كده اه يعني يبقى ده معناه يعني لا يا جماعة ولا ما تحطناش في هذا الشعور ثاني اه دعلنين كلنا اه لكن لسه مش هنسحب الثقة هنظل على دعمنا وعلى منشدتنا اه متخب مصر خصنا ما خصش حدي تاني ده كلام مهم جدا عايز اقول لكم بكرة الثلاث ان شاء الله الثلاث مرشات المهمين ساعة اربعة بوركينيا فاسو مع موريتانيا لكن علي معلول يقود تونس قدامنا ميبيا الساعة سبعة والساعة عشرة مباراة تترقبها جماهير الاهلي قال لي وديانج مع مالي بيواجه بيرس تاو مع اه جنوب افريقي والمباراة ديات هيديرها تاقم تحكيم مصري بقيادة محمد اه اه من ضمن الحاجات المخالياني قلقان شوية اه مش مرتاح يلعب زيزو والاهلوية مش عايزين زيزو يوفق عشان اقولوا يلعب امام عشور او كهربا اذا ما الكوية مش عايزين حدا منهم يوفق طب ما انت لو اللعبة دي ما وفقتش المنتخي بيكسب ازاي انا اتمنى التوفيق لأي لاعب وطأت قدمه ارض الملعب اي انا سبق الحتة دي والله ولا فاكرة محمد الشناوي الحارس الكبير كان له تويتا مهمة في المعنى يعني انا عايز اقول ايه تاني وتالت متاخن مصري خصينا كلنا هما مش مش وقت تحفيل على بعض مين اللي كسب مصر اللي كسب مصر الفريق يا جماعة اللي هو اللي بيجيب الجود رفعها لنفسه بصها لنفسه ومش مارادونا بخدش رقص الفريق كله وحطه جود ولي شال هاجمة والحارس مش وقت الوان خالص مش وقت الوان ومش وقت امنيات سلبية ايوه يعني احنا حتى انا انا بداعي مت تحفيل محليا حننقلوا المنتخب مصر بذات لان اللعبة كلها فتحة موبايلاتها وبتتابع وبعد ان نبتدي نقول التشجيع ومش التشجيع ياولاد يا شباب مصر خلينا نحب منتخباتنا بصرف النظر عن الحاجات اللي مضايقانة ما بقولش ان احنا غلط او انتو غلط عندوكو حق في كتير من الملاحظات والله بتبقى بتحيرنا يعني ما احنا كنا بلون شريف واقفش ايام كيروش كنا مستغربين كلنا لكن مغامرات كيروش افرزت لنا عمر كمال افرزت لنا محمد عبد المنعم برضو يعني فيه حاجات ممكن تشوق ومربوش اي اما شوف فتوريا ده هيدف لنا ايه ولا حي يعني انا على المستوى الشخصي كنت نفسي شوف حسين الشاعات في البطولة دي شايفوا اللعيب يغير نتيجة ان عندو من المهرات والخبرات انو يعمل حاجة الواحدة واللعيبة اللي منوع ده تعمل كده لكن مش معنى انو مختارش حسين الشاعات انا هتمنى تسحب الثقة منه يعني السوق لمنتخب مصر عشان زيزو لا زيزو ينزل وربنا وفقه عشان هنا نبسط بالمتخب بتاعي اي امام عشور وقربة لو نزله المنتخب يكسب عشان كلنا ننبسط مش عشان الأهلوية نبسط او الزمالكوية او اللي متضايقين او الموسوطين هدي حالة خص منتخب مصر المشاعر الجابية نستردها تاني وبإذن الله نرجع تاني الجماهير ايد واحدة خلف المنتخب مصر بإذن الله تعالى طيب بعد التعادل للحقيقة يمكن ارقام منتخب مصر بعد التعادل مع الموزنبيق كلكم تابعتوا انه خاط كده مية وتمانية مباراة في الكاسر الأمم الأفريقية اتعادل واحد وعشرين مرة يعني ده التعادل رقم واحد وعشرين له وبيتعادل للمرة الرابعة بنتيجة اتنين اتنين في البطولة طوال تاريخها تعادل للموزنبيق هو التالت لمصر في مبارااته الافتتاحية يعني منتخب مصر مش ده اول مرة يتعادل في المباراة الافتتاحية ده تالت مرة ورفع رصيده مية وسبعين هدف بالهدفين اللي سجلهم في موزنبيق مصطفى محمد صاحب الهدف الاول بيسجل الهدف التاسع له مع منتخب مصر بينما محمد صلاح رفع رصيده لاربع وخمسين هدف في المباراات المعتمدة دوليا من الفيفا والسبع اهداف في كاس الامم الافريقية محمد صلاح اصبح تاني لاعب عربي بيتمكن من التهديف او التسجيل في اربع نسخ من كاس الامم منتخب مصر استقبل الهدف رقم 92 له في كاس الامم ورفع رصيده لامتينه واحد نقطة في كاس الامم خد منتخب مصر مباراة تستى ضد موزنبيق في جميع المسابقات تعادل منتخب مصر موزنبيق مع مصر لأول مرة في تاريخه لانه الست مطشات اللي قبل كده كان خسر خمسة منهم من موزنبيق خسرنا خمس مرات لا كسبنا خمس مرات موزنبيق خسرت من مصر خمس مرات من الست اه وضع جدا انا بقولك منتخب موزنبيق تعادل لأول مرة مع مصر بعد ما خسر للأزعف الشديد تيجي في هذه المباراة طيب نجح منتخب موزنبيق للتسجيل في مرمى مصر لأول مرة في تاريخه استقبلت شباكهم قبل كده من مصر 11 هدف أول مرة يزوروا الشباك المصرية كانت في المباراة دي يعني كل الحاجات السلبية في المباراة دي كانت أول مرة في خلال 3-4 دقائق شارك السناء محمد صلاح والتريزيجيل المرة 18 في كاس الأمم للمباراة 18 ليعدل مشاركات مصطفى عبد وياسل الردوان وحزم إمام وعماد متعب شهدت مباراة مصر وموزنبيق مشاركة إلياس جاسبار بليمي المعروف باسم دومنينكيش المولود في نوفمبر 83 حيث حقق رقم مميز أصبح تاني أكبر اللاعبين سنن والأكبر بين اللاعبين في تاريخ النهايات باربعين سنة واتنين وستين يوم خلف حارس المرمى عصام الحضر اللي اعتزل بعد مشاركته في البطولة اللي قبل اللي فات بس دومنجيش ده مش حارس مرمى لا طيما هنا بقى هنا تكمل يعني التفرد حارس المرمى يستطيع بس الرجيم ميلا اه طبعا كسر طيب منتخب مصر قبل من مباراة الخميس بقى منتخب مصر مع نجوم غانا السوداء اتقابلت مصر مع غانا في 23 مباراة في جميع المسابقات فوزنا في 12 مباراة واخسرنا منهم في 5 مباراة وتعدلنا في 6 مباراة الفرقتين اتقابلوا في كاس الأمم في كاس الأمم أربع مرات مصر فازت مرتين منهم مقابل انتصار وحيد للنجوم السوداء والتعادل كان نتيجة مباراة فيما بينهم سنة 70 اذا التاريخ اه ايو كان لصالحنا هل يستمر التاريخ لصالحنا من خلال الجغرافيا هذه المرة ولا الجغرافيا بقى لكلام تاني الرطوبة والحرارة طيب الحقيقة التحكيم المصري كمان في البطولة ما شاء الله يمكن بدأ البطولة التاقم التحكيم المصري اه امين عمر حكم ساحة كان في مباراة الافتتاح والكل اشاد خاد امتياز يمكن كل الناس قالت لك لا اكتر من عشرة من عشرة امين عمر وكان معاه اه محمود ابو الرجال مساعد واحمد حسام طه مساعد تاني وكان الحكم الرابع محمد معروفه وكان في الفار محمود عشور ومحمود البناء اداء امتياز هايل جدا للتحكيم المصري في مباراة الافتتاح اللي فازت فيها الكود فار لكن التحكيم المصري هيعاود الظهور في مباراة مالي وجنوب افريقيا دي مباراة نار محمد عادل مباراة نار طب هتشجع ديانج ولا برس تاو مين اقربة مباراة قوية ما انا عارف مباراة قوية ولا تستخف بمالي اطلاقا لا انا مش هشجع بقى انا شجع مصر انا مالي بالبقية الفرقة لكن انا حنتظر المباراة مؤكد اتمنى ان يتعلق ديانج اذا لعب ويتعلق بيرسي اذا لعب بص لما قابلوا بعض بصوا هم هناك قابلوا بعض ومش يقابلوا بعض بالحضن لقطة جميلة قوي اه برس تاو تاو tema ها ديانج rakt اللقطة مفتوصة كده شوية بص يعني هقولك حاجة يعني مالي من الدول التي تفرز المواهب مجد يعني عندها خصوبة طيب ليه تعادلنا مع موزنبيق واللي جاي من خلال هزي المباراة وازاي نقدر نتخلص منه بعد الفاصل اعلا بحضراتكم من جديد وخلال فترة التوقف كل الاندية بترتب للفترة اللي جاية النهاردة المقولين تعادل مع الجونة واحد واحد في بطولة كاس الربطة ورجع الكابتن محمد عودة كمدير فني بعد الكابتن طلعت محرم محمد عودة كان شغال في ليبيا كان مسك الهلال الليبي عمل معاه مسيرة كويسة جدا ولعب معاه في بطولة افريقيا اللي مازال لسه الهلال الليبي موجود فيها بس عودة لقى فرصة ان هو يحقق حاجة معهم من خلال بطولة افريقيا انعدمت فبالتالي تم انهاء علاقته مع الهلال الليبي ورجع الحقيقة الدور الليبي فيه ستة او سبع مدربين مصريين شغالين فيه هما بقالهم مدة سامير كمونة واعماد النحاس واحمد ايوب يعني سيقاتهم في المدرب المصري والاداري المصري عالية بقالها مدة وده حاجة كويسة نتمنى التوفيق لولادنا يعمله يعني تطوير لان انت قياس النجاح مش النتائج اللي هي بتبقى مش لخلك لوحدك يعني لكن ان الناس تقولك ده طور الاداء ده تشاء الفرقة ليه شكل ده ليه يعني فيه مشروع الكلام اللي انت بتقرابه الجديد ده ده بيهمني مشروع مشروع دي كابت محمود بكر اللي ارحمه المشاريع كان بيكلمه على المكروباس ما هو فيه لا ما هو في اسكندرية المشروع اللي هي المكروباس اللي بيوصلك على الساحل مثلا من وسط البلد اسمه المشروع اسمه المشروع يعني تبع تنظيم نقل معين اسمه المشروع كل التوفيه لمدربيننا المصريين في ليبيا والكابت محمد عودة مع الماولين للتحاد كمان اتعادل مع بلدية المحلة واحد واحد غياب الاهل والزمالك عن كاس الرابطة مخليها بالطولة سرية لا كاس الامم اللي مخليها بالطولة سرية كاس الامم طبعا انت استكتك حتى لو كنت حتيل اتحاد فاز واحد صفر على البلدية عم هي عامة حرام عليك انا انا قوليني اتعادل للاتحاد فاز واحد صفر على البلدية انا كنت سامع النتيجة كده اطلخباط طيب امتى اتعادلوا واحد صفر للاتحاد واحد للاتحاد بص اصل الاتحاد ليه بقولك كده لان اتحاد ماشي بشكل جيد الموسم ده ومسم الموسم الماضي يعني اي وانا بالنسبة والبلدية ما هنادي يعني انا احب الاندية اللي وراها جماهير وراها ناس بتفرح وتلبسط وتسعد بكسافة فانا بابقى اقول الاندية الشعبية دي بفرح لها بفرح لفرح الناس اي ان كانوا هما مين اي طبعا هي دي الكورة اي الناس بتستحق الفرحة اصلا زبراهيم متشعلقة اه ولذلك لما بنغضب بنبقى غضبنا ده متقيل فيه تطرف لان احنا الحاجة اللي بنحبها قوي ومستنين نلبس من خلالها ما جاتش ونبتدي اللوم بقى اي حد غيرنا طيب كل اللوم بعد المباراة بتاعت موزنبيك كان كل اللوم على روي فيتوريا المدير الفني للمنتخد اللي الحياة الراجل يعني لغاية البطولة ماشي بمسيرة كويسة جدا وارقامه مع المنتخب كويسة واحد عنده حماسة انه يعمل حاجة للكورة المصرية انتقاداته للكورة المصرية دايما في محلها وراغب في التطوير عنده اخطاء كانوا توضح جدا مبارح في التشكيل وفي المهام في الملعب وفي التعامل مع المباراة وافكاره في ادارة المباراة والتغييرات يعني حتى وانت بتشتكي من تأثير الرطوبة الشديد برضو التغييرات متأخرة في حين ان انت عندك فرصة هو دي بقى ان انت تستاع تستبدل خمس لعيبة طب غير اربعة في توقيت بدري علشان تحافظ على المعدل البدري وحادث اللعيبة سيبك من عرس المرمى خمسة يعني نص الفرقة بتشوف مين اللي بيجري يسيبه سيد زبراهيم انت في ديتين ولا ثلاثة دخل في جولين لكن لو ترجع للمتشات الأخيرة لأ شكل المنتخب كان بيكسب وبيتعرض باستمرار لخطورة دايما كنا بنشوف الفرقة اللي قدامنا أقوى بدنيا أسرع مننا حتى في المتشات اللي على أرضنا كم طول عمر المنتخب عنده نص ملعب قوي في حاجة تخص الباور القوة اللي جاء داخل الملعب والباور جزء منه معدلات الجاري مش بس القوة البدنية والكور مشترك من غير قوة هتاخد تضغط ازاي وتستخلص كور ازاي لما تبقى اللي قدامك مهما كان ضعيف عنك فنية لو انتحم معاك الالتحام لصالحه هتبقى الماتش عشوائي على طول كده لكن اللي هو لو الالتحمات لصالحنا هنبتدي ننسي الكورة وننقل وبتاعة ونضغط ونحقق نحقق الغرض بالتاكتك بتاعنا لازم نعالج الظاهرة دي نشوف الباور بتاعنا ماله طيب منشوف بقى مستر فتوريا اللي المفروض يعالج الامور دي رأيه ايه في اللي حصل كان يمكن ان ننهي لم نستطيع ان نقوم بذلك الاسلوب وبعد ذلك حاولنا ان نعيد ان نحل المشكلة وكانت لدينا خمسة دقائق لعدم التركيز وانهينا المباراة ونرى اننا فقدنا تقدمنا في هذه المباراة بتعادل اثنين اثنين ولكن لا يمكن ان نوقف يعني سعادتنا وان كل هذا يعني من دون المباراة وكنت اشبت بان فريق مباراة جيد والسريع ولديهم اسليب تتقدم بشكل جيد واخيرا فازوا كان صعبا لنا ان نعيد المباراة ولكننا لدينا لدينا مباريات اثنين اثنتين اخرى كنا نقولنا اننا لسنا الافضل واننا لسنا يعني اسوأ فريق كل مباراة لديها تاريخها يجب علينا نكون جادين في جميع فترات المباراة لم نكن يعني جادين وهذا تعتبر من المباراة خلال تسعين دقائق ان يصعب ان تكون مركزا هناك يعني فقدان التركيز وحقيقة كان صعب ان نعيد هذه الصعوبة لان الفريق الذي يلعب ضدنا تقدم علينا وكان صعب علينا ان نتجاوز هذا الحد وانه اعتقد انه فافتقدنا الجدية والتركيز وعليه هذا الذي لم يسمح لنا بوجود فريق يعني جاد جدا فيما يخص المباراة القادمة سنستعد بشكل جيد للمباراة القادمة يعني هو اه يعني اشار ان احنا فقدنا التركيز خلال دقائق داخل فينا جولين ولكن رجعنا ربنا اراد ان احنا نرجع وكانت عودة صعبة ما نقدرش ننسى اللحظات دي وانا مش عايزه منسوه لكن المترجم قطعا فهم الكلام بتاعه هو يتحدث عن هذه المباراة ما يقدرش يقول لسنا افضل فريق ولكن احنا مش قال لفريق يعني ايه يعني يعني انت عايز تقول لنا ايه لو قالها بالنسبة للمجموعة يبقى كلام ما انا مش قابله هو كلام فيتوريا قبل البطولة ما تبدأ انه الخريطة اتغيرت اتغيرت شيء والفرق اللي كانت صغيرة كبرت وعندها محترفين باراة كلهم متفقين لكن ما قدرش في هذه اللحظة اكلم الجمهور المصري اقول له احنا مش افضل فرقة احنا مش قال لي فرقة لكن اما انت مين رحين يعمل ايه حتى لو انت يعني حظوظك وليلة لكن ثقتك وربما كان علماتش نفسه ان احنا ما كناش احسن لازم يكون علماتش اه لازم احنا ما كناش احسن من المزندير بس مش اقل منهم بس لا طبعا مش اقل منهم لان الارقام لصلاة اه لكن هم استغلوا فرص واحدة وانت ما استغلتش استغلينا مش بالقدر الكافي ودخل فينا جولين خلينا بقى نتكلم في اللي جاي اللي جاي مخيف مخيف طبعا ما انت يتكسب يتتعادي لا تخسر خسرت مع السلام لا مش مع السلام بنسبة تسعين في المية اصدر زبراهيم هنقل مصيرك بقى فييد ناس تانية انت لو عندك اربع نوات تدخل تانية تدخل في الملحق تالت ها ها يعني بس برضو مع السلام طبعا في ناس تانية ممكن تخش بخمس فرق تاني تالت ممكن فيما جميع حتلايا كده حتى غانا انت هنا لو خمس فرق ممكن تخش تالت الاحتمالة مفتوحة ودي خطورة الموقع انت لو كسبت ان شاء الله المطشين يبقى سعدت اول يا عمي لو كسبت المطشين ما عندك سعدت اول ما عندكش مشكلة اه انت لو كسبت المطشين والمطشين اصعب من بعض اه لان الرأس الاخضر اظهر انه يعني اسمه الرأس الاخضر اظهر انه فرقة يعني لا مش سهلة اه فما ما تقوليش وهو ممكن يكسب موزنبيق فيفنش معاك وهو ضمن المنطق بقى بعد الفرج على الفرقة كلها ان الموزنبيق هتخسر من غانا وهتخسر من الرأس الاخضر اشتغل عليك طيب اذا كنا شفنا رأي مستر فيتوريا نشوف بقى الشيخ طه اسماعيل رؤيته الفنية في اللي حصل ايه كانوا يمكن بقى سهل لو احنا قدرنا نجيب جول تاني لكن بدنيا احنا قليلين اول صح بالنسبة لهم اولا اجسام قويسة وبعدين بدنيا عندهم قوة وعندهم نشاط وعندهم رغبة احنا لعبنا كرة سيئة جدا صح لا في التمرير ولا في الضغط الضغط مفيش يعني انا اقول السبع الثمان دقائق اللي جبنا فيه مجول في الاول جبنا جول بعدين ضغطنا عليهم شوي انا بقول في لعبة ابتدوا يلعبوها هم منوارة طويلة في ديارة ربعة اول لعبة تعملت طويلة منهم طويلة ده لان احنا كنا بندغط فاصبح لعبهم هيبقى هو الطويل ده وامكان انا اتكلمت وقلت برضو ان فرق زي دي احيانا بتختصر اللعب وتلعب الكرة الطويلة اللي قدام دي ما حصلتش غير مرة واحدة في البداية واحنا بكنا بندغط عليه ودي كانت في صالحنا يعني لعب الكرة طويلة في اثنين وعلى بعض سكين الكرة وما فيش مشكلة لكن ما قدرناش ان احنا مع قوة بدنية كبيرة جدا بالنسبة للعيبة مع قامات طويلة جدا مع برجل كبير جدا في جميع كل الاحوال سواء الجثمانية او البدنية هم افهم مننا بالكثير جدا فالكرة دي ما تتلعبش بقى إلا إذا كنت عندك الامكانية انك انت تسجل بعد جل ربنا تدالك جول في مباكر تسجل جول تاني تقدر تديلك بقى معنوية كبيرة والفريق تاني ابتدي يلعب بقى كرة طويلة وكلام من هذا القبيل لكن للأسف للأسف الشديد بدنيا مش كويسي صح ممكن ايبقى في رطوبة ورطوبة مؤسرة كل حاجة لكن ممكن بشيء من التركيز انا جبت جول لو جبت جول تاني ألعب بقى كرة اقتصادية صح من رجل الرجل وما فيش لطويل بايعة ولا كلام من ده وقدر ألعب كرة بالشكل ده أطوع الفريق التاني لطريقة لعبي لكن حقيقة اللعيبة في حالة سيئة سواء بدنيا أو حتى فنيا انا متفق مع الدكتور طه طبعا على ان حالة بدنية هي لكانت الحسيمة في هذه المباراة ودليل على كده ان انا قلتلك تحس فريق سرعات وتحس الضغط مش جاب نتيجة لصالحهم رغم استحوازك انت لان فنيا ومهارتك الفنية أعلى اي ولكن ايضا نتيجة ضغطهم هم نسبة فقد الكرات عندك انت والمس باس كانت عالية هو يعني قالك يا جوز الرطوبة كانت مؤسرة ونبتدي نحط السيناريو ان لو كان حصل كنا ارتاحنا وده ما حصلش لو كنا جبنا جوني تاني ونلعب كورا اقتصادية ما حصلش ياريو ما لو حصل كده كنا حنلعب كورا اقتصادية مؤكد يعني لكن انت كنت بتحاول تغطي وما قدرتش هم يعني فجؤوك في الشوت التاني في دايتين وخلي غيبالك دايتين دول ممكن يجوا متفرقين ممكن يجوا وارا بعض لان هما فرص هاي اللي ضعت الشوت الاولاني كان ممكن واحدة منهم تيجي لكن هما دول جوم وارا بعض خلينا بقى ناخد من هاي المباراة نتفادى الكلام ده ازاي يعني احنا قلنا دلوقتي خلاص فيه جماع بما فينا السادة السفير لو عايش هناك وفاق وقال والله انا خاجلان اقول الكلام ده عشان ما يتقلش الشمعة انا يعني بس هي واقع هل هنكون تأقلمنا هل اللعبة بالليل حيكون قلطف شوية اه هو قال متأخرة احنا مطشنا عشرة يكون الدلية اهدى شوية اهدى شوية لكن انا عايز اقول لعل تأقلمنا يكون اهم من ان هو يعني بالليل ان احنا نكون تعوضنا النفس ابتدى يروح وييجي صح اي زائد بقى الملاحظات دي كلها زائدرت انا اضغط وركز جامد وخلص وربنا ادي انا جون بدري قوي وبعدها كرة الالترزجيف القايم يعني انت كان ممكن تقتل بدري المطشاة دي بتخوفك هتقفل ليه خلينا مغانا ما لناش بديل عن مش عشان الفرص هتروح ما انت ممكن تتعادل انت وغانا والفراتين التانية تعادلوا وراك واخد بالك او فرقة تكسب فرقة ونخش بقى في حسابات تانية لكن الاساس فيها ان انت بإذن الله تركز انك تكسب غانا ان شاء الله الحقيقة محمود عبد منعم كهربا حد سالك قوي يعني بصراحة اللي ربنا كرموا فيه نتيجة انه ده بنى قدم كويس لما بتشوفوه في النادي ازاي بيرحب باللعبة الجديدة وازاي امام عشور يقول لك كهربا ده اخوي الكبير وحتى في اهتمامه بمودست اللي جاي يلعب في المركز بتاعه انما فعلا حد من جوه سالك مبارح مع النادي الالات ليه دايما على الدكة هو الحماسي وهو اللي نفسه ينزل تاني وهو اللي بيقطع في نفسه مبارح مع المنتخب طول المباراة هو برضو اللي متفاعل برا كهربا بعد المباراة اتكلم على زروف المكسة التعادل واللي جاي من الكرة فيها مكسة بخصارة بس هو تركيزنا وكله ان احنا اخذ البطولة والدعم دايما الدعم المستمر مطلوب احنا دلوقتي مع المنتخب مصر عايزين ننسى موضوع الاندية عايزين منطلعش نتكلم اصد ده ده مش عارف بيعمل ايه وده بيعمل عايزين نركز كلنا ويكون الجمهور كله يدعم منتخب مصر فقط لغير ويدعم اللعبة كلها يعني السبب عشر اللعب يتجذف ان كل جمهور مصر يكون ورانا يعني ويدعمونا يعني الجمهور لازم يفهم من فحل كتير من الظهر يعني في حاجة جوال مع عسكر تبقى حلو قوي اللعبة كلها جم بعض يعني بنقعد صلطة كده هاتلي مثلا معك فراخ وهو قعد بك ده بقى من يعني من نادي ده أو من نادي ده حاجات كده عارف انت حاجات حلوة تحس انت قعد في البيت حاجات ده مش ظهرة بجد لازم نلغي حوار التعصب ده بجد موضوع صعب قوي يعني صعب عن الناس لازم الناس كلها تفهم ان مش مش تخسر زميلك وتخسر صاحبك ولا تشتم مثلا ولا تعمل هتستفدي هتستفدي انت اكتر واحد هتتضر فده يعني رسالة عزو الصلاح يعني الجمهور ان احنا كل الوقت مع منتخب مصر لازم نشجعونا نكون في ظهرنا وننسى بقى كل التعصب ده جمهور مصر عزينكم كلكم تكونوا في ظهرنا تشجعونا وتنسوا اي خلافات مع اي لعيبة مع اي تعصب مع اي حد خالد يعني اي تعصب مع حد شجعوا منتخب مصر ودعمونا بشكل مستمر لان كل حاجة بتوصل لنا والرسالة الجميلة بتوصل لنا نستنينكم ان شاء الله شجعونا بإذن الله الحياة سيد برايم أنا انا مسمعتش الحديث ده قبل كده بس ده بيأكد كل حاجة انا كنت بنادي بيهم شوية ان احنا متخب مصر نتمنى التوفيخ لزيزو هما يتمنى التوفيخ لكهربا وهم ممعشور ونتمنى التوفيخ لأي لعب لعلي جابر لكل واحد حابس سنلة مصر هو بقى الحقيقة الفيديو ده عجبني جدا 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 ما تكلمش عالماتش فرصنا موجودة وإحنا حنموت نفسنا وإحنا بنلوم نفسنا ده تكلم على حاجة قال الحاجة اللي احنا مش شايفينها اللي احنا بنسميها قط اللبس يطمننا يا جماعة ده احنا صحاب نولي المعلاقة والدين الصلطة ونهضر مع بعض ونتمنى الخير لبعض مفيش نفسنا على وقفوا كلكوا في ظهرنا انسوا الانتماءات الفردية لكل واحد فينا ده كلام أنا كان نفسي فيه سمعته الحمد الله اني ده موجود في الملعب يارب يتنقل في الفطرة دي على الاقل للجماهير كلنا خلينا في ظهر على القال يبقى اسمينا ايه عملنا اللي علينا واخدنا بالاسباب لا يعني همنا ما يقول كل حاجة بتوصل لنا يعني بالراحة علينا يعني مش عايزين حاجة تخلي حد يتهز اي او يغل او يداي او يحبط خلينا عاملين اللي علينا نديهم طاقة عشان ما يحد شين بيطلع يقول احنا ما كناش لقيين المساند نساند حتى النهاية وبعد البطول نتكلم كلمة كهرباء كل حاجة بتوصل لنا ربما كانت رد على كتير بيسألوني هو الجمهور دعمه او مسندته هيفرق في ايه لا هيفرق لانه المناق بتاع السوشيال ميديا اللعبة قاعدة طول الوقت بتتابع فبالتالي رد الفعل اللي من هنا وحجم المساندة وحجم السقة اللي الجمهور بيدهالهم واصلا لهم وبتدعمهم وفي العكس برضو اي تكسير شوية وبتهز الفرقة فعشان كده زي ما قال الكهرباء كل حاجة بتوصل فياريت نوصل لهم كل السقة وكل الدعم وكل المساندة لمنتخب بلدنا ان شاء الله بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد في الفاصل انا كنت مشغول بمتابعة موضوع الجزائر اشوفهم عملوا ايه لقيتهم جابوا جنف انجولا وده شيء كويس للمحارب الصحراء لكن المهندس عادلي خد التليفون ونزوع على جنب شوية وده مش عادته بلاش انا تقول للناس يعني انت ما تقوليش انا مش قصارة فيك لما يكون الخبر مستوي ايه هتا سألتني اه في اول الحلة على المعسكر اه والمعسكر وما فيش معسكر وانا ما هتحفظ اه لاني كنت مستني خبر مشكلة حاجة بسيطة جدا تكون خرصت دلوقتي الحمد لله تأكدت ان الحمد لله وبإذن الله فيه معسكر بإذن الله كويس تفصيل الخيارة جدا اجرائية اه جدا تخلص الصبح اه اذا كان كده هيبقى فيه معسكر ويطلعوا على الامارات الامارات اه السبت ده شو كويس اه لو تحقق خزا الامر لان على الاقل على الاقل فيه مباراة اترتبت والباقي كمان اه كمل كمل لا مفيش كمل احنا بس لا كمل خلينا بس لما يعني الخبر صح بشكله الكامل بس انا حبيت ان انا اطمن لان انت اصارت قلق الجماهير هو فيه معسكر انا مفيش لا بإذن الله يكون فيه طيب تمام اذا حاجة صغيرة يتم اجرائية يتم انهاءها والصبح والفريق ان شاء الله زي ما المهانس عدل يعني قال السبت يطلع على دبي بإذن الله كنا بنتكلم قبل الفاصل على دعم الفريق ودعم المنتخب ولما يكون كهرباء بيتكلم من جوه معسكر المنتخب بالروح دي هو عضو في المنتخب دلوقت وفرود الناس كانت انبارح بتتمنى مشاركته لكن بيجي لك الدعم والمساندة والروح العالية من محمد مجد افشا وهو هنا افشا كتب بيقول مفيش حاجة في الدنيا اجمل من اللعب لمنتخب بلدك اكبر حلم في الكورة تفوز ببطولة مع المنتخب يمكن مش مكتوبة ليا المرة دي لكن من كل قلبي بتوفيه لكل ابطال مصر ان شاء الله نرجع بالكاس كل الدعم والمساندة للعيبة اخواتي واصحابي اتمنى لهم الفوز دايما ان شاء الله ربنا معكم يا رجالة من ضربة البداية ان شاء الله استاذ إبراهيم بسميها الصحة النفسية الناس اللي سليمة هي الناس اللي بتعيش سعيدة والرضا وانك تكن كل الخير او امنياتك بالخير للي بي نفسك هو لما تشوف ياسر قبل ما انضم المنتخب ورسالته ما اختلفتش عن كده تشوف كهرباء يقول اعلاقاتنا ماش يزاو ويدعمونا ويبقوا في ظهرنا ان احنا كلنا مش كل واحد يتحيز للعبته قافش النهاردة بقولك امنياتي وما فيش احلى وما فيش احلى ولكن المرة دي مش مقسمالي هتمنى كل الخير سلامة النفسية دي بتسعد صاحبه اللي بيغل ويقولك مش متابع ومش عارف ايه هو اللي متعذب وبتجدوا الواحده يبعد يبعد لان ربنا بيديك على ادنياتك غالبا انا مبسوط مثل هذه الرسائل مبسوط من الشناوي خد الشناوي شناوي كان كتب تويت يا جماعة برضو قبل البطولة ما تبدأ مهمة جدا بيقول لا يوجد الوان او انتماءات الا المنتخب مصرنا الحبيبة فلكم منا كل الاحترام والجهد والتضحية ولا نطلب الا الدعم والمساندة التي لها ابلغ الاسر في نفوس لعيبة منتخب مصر فالصوت اعلى من صوت ام الدنيا فريق وجمهور واحد باذن الله نحن معك يا شنو ومع هذه الدعاوة الطيبة طيب لما تلاقي كهرباء وتلاقي الشناوي وتلاقي افشة من هنا عندهم هذا الدعا وياسر قبليه وياسر حتى ياسر اللي فتح له السك انه يرجع لما اصيب اسامة جلال الروح الكويسة اللي ابدأها لما استبعد يا جماعة ده منتخب مصر وبمناسبة منتخب مصر نجمينا العلام الكبير محمد صلاح له خصوصية شوية في النقد مرح بعد المباراة وصيرت كذا نقطة مبين واحد يقول لك ومحمد صلاح ليه ما بيلعبش مع المنتخب زي ما بيلعب مع ليفربول والحقيقة يمكن السؤال ده وجيه شوية بس لما تفكر فيه بهدوه شوية تلاقي فيه اختلافات كتيرة بين هنا وهنا اولا هو مش على طول مع ليفربول في احسن حالاته فيه مطشات كتيرة الرجل بيبقى قليل عن مستوى الطبيعي لأسباب كتيرة ومع منتخب مصر مش على طول وحش ما ننسلوش مطشات كتيرة كان بيبقى هو عنصر حاسم فيها جدا لكن محاسبته ربما جاية من مستوى العشم ايوه ان انت مبسوط توقع عندي احسن لعيب مبسوط عندك احسن لعب في العالم بينافس على احسن لعب في العالم واحد من اهم اللعب اللي في القرى دلوقتي لما يكون عندنا مصلاح الناس يا مو منتظرين بحجم التوقع على هذا الاسم الكبير وما ما بيقيموش اي حد او مش عشمنين في حد قليل في القلب مش في الطرف المكان الطبيعي بتاعه فانت عندك فرؤات كتيرة بين هنا وهنا مش هنتكلم على الكواليتي بتاع اللعيبة اللي بيلعب معها في الليفربول عن اللعيبة اللي في منتخب مصر بالتأكيد فيه فوارق وفوارق ارضيات الملعب ودوافع وخطط ومستوى منافسة كلها امور مختلفة هكلمك يا سيد إبراهيم على فوارق لازم نستخلي بالا منها اي هو في الليفربول بيلعب برأ كرة مفتوحة اه ما فيش التركيز على محمد صلاح لوحد ايوا بيلعب على مساحات والسمات المهارية بتاعة محمد صلاح بتكمن في حتتين من وجهة نظر المساحة وقدرته على استغلال المساحة لصالحه نمرة اتنين القرار المناسب امرر اشوت ارفع اهدي ارجع قراره هو اللي عامل منه بيستغل مهارته مهاراته ما هياش مهارات الجمالية اللي فيها رونالدينه واللي فيها الخطيب وفيها لكن مهارات كريسيانو القوة والبدنية والتحكم والانتجية والسرعة الانطلاق والقرار السليم كده مع متخب مصر لا كل الفرع بتلعبه على مو صلاح كون المنتخب بقى كل عشمه في صلاح أو 80% من عشمه في صلاح جايين مع صلاح جايين على فكرة لما تخلي بالك ده بيدي فرصة لتريسيجين يبقى ويدي فرصة للمصطفى محمد ويدي فرصة لكن ما زال ينقصنا اللي كان بيحصل قبل كده القادمون من الخلف والتصويبات وإن خط الوسط كده دور إمام عشور في المطش اللي جايره مش عايز أقولك إن إمام عشور يعني يا جماعة أيا كانت هو الراجل معاك دلوقتي يستفيد منه عنده دي هل معنى كده إنه لما ينزل لازم يجيب جوان مش بالضرورة طيب النهاردة المانسيت يمبارح متآخر جولين طيب دي بروين ينزل يقلب الماتش يجيب بون ويعمل أسست في ربع ساعة وهو جاي من إصابة لكن ده العشم اللي صادفه التوفيق هو المدرب عشمان في ديت وحسن لما حصلتش ما حدش حاوله جردي يقول أنت غلطت ليه ولعيت دي بروين عايزين خلينا برضو نرجع الأمور إلى نصابة نتحيز لحق المدرب على فريقه في التشكيل وفي طريقة اللعم وحقنا في الانتقاد ماشي دون الإساءة ودون صحب الصقة ويبقى حجم العشم شايفين إحنا في رقيتنا كبيرة فبنقول لعبتنا زي ما أنت بتقول الغضب على قدر العشم ده كلام مهم جداً لأولادنا لأنه الحقيقة كلهم لعبة سواء المحترفين برة أنت بتتكلم على محمود حسن تريزيجي ولعب مخلص جداً ولعب عطاءه عالي جداً للمنتخب ومرموش نفس الحكاية ومصطفى محمد نفس الحكاية ومو صلاح نفس الحكاية طبعاً وأنني وعلى هذا ما بيقل محمد توزيع المهام جوه الملعب ولا في إدارة الجيم ولا في توقيت التغييرات حاجات كتير الرجل اعتبروا مش موفق زي أي لعب ما هو أي حد حيشتغل في أي شغلانة لو اشتغل عشر حاجات وأخطأ في واحدة أو اتنين دي نسبة قليلة جداً في مستوى الانتاجية بتاعته إن شاء الله يكون موفق المتش الجاي نخلي بالنا من نقطة مهمة جداً فلسفة فيتوريا غير كوبر مثلاً كوبر وصلنا لنهاية كأس العمى وكأس العالم كويس وغضبانين منه ليه ما بيقدمش الكرة الحلو عشان الراجل كان واقعياً اللي تكسبه لعبه والطريقة اللي تكسب بها والتحفز والصرامة الدفاعية مع الانطلاق والهجمة المرتدة ومو صلاح كان صلاح أزر من كده خمس سنين فبدنياً وسرعاتاً أعلى النهاردة الشيخ طيب يلوم على ما لعبناش بتحفز أو البعض النقاط كمان كلنا قلنا واحنا بعد الجن مش كان نخلي بالنا نتخطفش نرجع للفلسفة ما نحن كنا بنطالب كوبر به لما تعمل من حد تاني لومناه يبقى نحقق الأهداف ولا نحقق تطوير الأداء للفريق أو المتعة الكراوية بتبقى معدلات صعبة وكل واحد على قد دماغه لكن خلينا في مرحلة فيتوريا بنطمع يعني أنه يعدينا بس المرحلة دي وتلعب كرة وقعية تعدينا وبعدين نتكلم لما ترجع طيب كابتن وليد صلاح الدين في رسالة أيضاً داعمة للمنتخب وكاشفة عن حالة الفريق من الداخل نشوفها طبعاً دي اللقطة دي جميلة آآ لقطة حلو أقوي بس أنا أظن أن فيها حاجة يعني يا إما هم قصدين يعملوا رسالة أو يبعثوا رسالة لحد يا إما هو طبعاً علشان هيبقى فيها تصوير وطبعاً زيد داني عارف الكلام المكان اللي هو بيشيل منه الشناوي اللي تحت ده ده أتقى المكان الباقي كله بيهجس يعني الصف بتاع صلاح حتى صلاح نفسه بص هيجي يواملك حركة حركة بص بص أكنه بص أكنه يعني هو مش طايل أو لأ مش طايل هو كل اللي قدام مش طايلين هنا أنا متهيقلي دي رسالة بص يا كابتور ريد الجون ده الجون ده أصلاً يعني الجون نفسه يشلوه اثنين لعيبة أو اربعة لعيبة بالكتير يعني بلو هم عاملون رسالة بس أنا متهيقلي اني دي رسالة أصدين يقولوا لحد حاجة ممكن حد كان طلع قال إن المنتخب يعني مش العلاقات فهم هنا بيديوا رسالة بيقولوا لكل الناس إن إحنا في أفضل حال وعايز أقولك إن الروح حلوة قوي قوي وعايزين إحنا نتفق مش عايزين نقض يكون جارح مش عايزين حد اللي هينقض ينقض فكوره يقول مثلاً أنا كنت شايف التغيير دي كذا كنا نعمل كذا كنا مثلاً في حتة لكن اوعى تجيب سيرة العيب اوعى تذكر العيب بالاسم طبعاً أنا متفق إن صورة دي رسالة لإن كون الفرقة تترس كلها وتشيل المرمى وفي جزء في البداية كان محمد صلاح وثلاثة أربع العيبة إن مفيش جعيس كلنا روح واحدة شايلينها مع بعض والمسؤولية واحدة وشايلين الجول الجول اللي هو الاسم والهدف إذن هدفنا واحد شايلينه مع بعض رسالة نحييهم عليها واللي فكر فيها يعني أراداً يطم إن الناس يا جماعة مفيش انقسامات يطلع كهربا يؤكد هذا الكلام يطلع عافشة يتمنى هذا الكلام يطلع الشنوي يطلب هذا الكلام إحنا مش أقل من الناس إيه اللي بتحاول بجدية تابدوا الجهداء حيبان الماتش الجاي هنكمل معاكم للآخر بإذن الله إن شاء الله تعالى هنطلع لفاصل أخير وبعدين نشوف إيه الجديد أعلم بحضراتكم من جديد زي ما بيقول علم النفس الإنسان كائن انتقائي من أي حاجة هو هينتقي منها اللي يناسبه كنا بنتكلم على ضرورة إن منتخب مصري يكسب المباراة الأولى لأنه آخر أربع ألقاب خادهم في كاس الأمم كان بيمتاز إن المباراة الأولى بتاعته بتبقى إيجابية فبيكمل بمعنويات عالية لكن لما تعسرنا طلع منطق تاني برضو بفكر انتقائي إنه ما كويس قوي إن احنا تعادلنا عشان كده تبقى اللات غا جات لنا بدري فاتفوقنا وكأن احنا كنا سكرانين احتاجنا نتيجة سلبية تفوقنا ده منطق مقبول إذا حقنا في الاعتبار إزاي نقدر نتعامل معاه في الفترة الجاية حنشوف الكابتن سيف زار وبعد كده تعليل المهندس عدي طبعا نتيجة غير مرضية أكيد زعلانين أكيد منتخبنا النهاردة قدم مستوى ضعيف جدا أكيد موزنبيق مش فريق رائع إحنا السبب وإحنا اللي دخلناهم النهاردة في الجيم وإحنا كاسبانين 1-0 عمال أقول لو ما فيش هدف تاني حنستقبل لو فيه دلع حنستقبل لو فيه استهتار حنستقبل أول عشر ده منتخبنا ابتدى بداية عالمية قلت بس هجيب العداد وعد ثم بعد كده حالة هدوء وحالة دلع وحالة استهتار كبيرة جدا 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 خلتنا بقى إيه نخرج برا المباراة ودخلت منتخب موزنبيق في المباراة إحنا بعد الهدف الأول لو كملنا وعيدنا بهدف تاني وتالت خلاص الأمور راحت في حتة تانية خالص ووجهنا انذار للفرق كلها اللي جاية ومباراكة في إمكانية في إمكانة إحنا نخلصها وكل النهاردة مقصر وقلت لكم كل حاجة وكل اللي حضراتكم عايزين طيب الحل إن إحنا نعمل إيه بقى إحنا زعلين من الخسارة وعايزين نفوق ولا زعلين من الخسارة ومش عايزين الناس تفوق هو ده سؤال مهم أنت زعلان من اللعيبة وعايز الماتش الجاي يوم الخميس يبقى فيه صلح بينك وبين اللعيبة وعايز اللعيبة تفوق وعايز الجهاز يفوق لو أنت بعد اللوم ده الناس دي ولادك والناس دي الحاجة اللي أنت بتحبها وعايز الناس دي تفوق وانت راجل زعلان تعال أركب معنا وعب معنا وأقول لك هنعمل إيه تدرس كان لازم ترك عشان نصحى اصحى اصحى معايا عشان كله يصحى وكله يفوق وكله يعرف إن القصة مش سهل الوقت اللي تقدر تخلص فيه خلص هدف اتنين تلاتة على طول خلص الفرصة اللي يجي لك خلص خلص تاك ترك على طول خلاص نقطتين بسرعة كده هو شاف اللي حصل السهطار ناس كتير شايفها سقوط بدني أي أن كان السبب حصل حاجة في الملعب تغير البداية القوية عايزين ندرسها وهم قادرة يدرسوها ويخرجونا من الموقف ده تاني حاجة هنا بقى وجهة نظر موجهة يعني تتفن معا شوي قال لك واسي اللي جات بدري عشان نفوق ما هي لو جات في الأدوار بتاعت إقصائية كنا حنخرج يعني لما عرفناش نكسب في الأدوار الإقصائية معددين بالخروج عبقى فيه ضربات جزاء الله أعلم الكلام ده طب لعيبة دولية كبيرة بالخبرات دي محتاجة درس عشان تفهم ما فيش لعيب ما فيش بني آدم تقدر تحذره أنا أجاب المعنى للناس تقدر تربط وتفهم إن الكرة كده زي الدنيا مش مضمونة يعني ما تقدرش تقول لازم تعملي كذا أو لازم يحصل لي كذا أو لازم لكن فيه سعي وأخذ بالأسباب ولذلك لازم ناخد بالأسباب باستمرار عشان ربنا يكرمنا طيب الحقيقة الزملاء بقى في التوكشو كل مزيع التوكشو طبعا لازم أن يهتموا بمنتخب مصر وبالمناسبة عايزين نبارك للزميل العزيز أستاذ خير رمضان انطلاق برنامجه مع خير رمضان على قناة المحمر بنتمنى له كل التوفيق فيه الأستاذ أحمد موسى طبعا المنتخب الوطني مسألة مهمة شاف اللي حصل إزاي وما يتكررش إزاي هذه كرة القدم مطش لازم تبقى داخل مركز انتهز كل فرصة بجيلك عندك مئة مليون واحد بالسنين فرحتهم ربنا هيكرمنا بإذن الله أنا بقول كل الثقة في منتخبنا كل الثقة في الرجالة لكم كل التحية اللي حصل النهاردة ما يتكررش خلاص ما عندناش وقت تاني عندك مطشين لازم تفوز بإذن الله المطشين الجايين ما عندكش بديل آخر كفاية دلع كفاية طبطبة كفاية بقول طبطبة فيتوريا لازم يشوف حل مطش الجاي قدام غانا وغانا منتخب طبعا منتخب خواب غض النظر لأنه لازم تبقى لكم ولازم تبقى عارفين كده أفريقيا ما فيهاش منتخبات ضعيفة بتابعنا الكرة الأفريقية وبتابعهم في الدوليات الأوروبية كل منتخب عنده أربعة خمسة وفيه منتخبات كل لعبته بيلعبه في أوروبا فيش حد النهاردة ضعيف والمش محترف في أوروبا محترف في أنديية أخرى فكل محترفين وبيلعبوا كورة ودينا شفنا مزنبيق عملت إيه معانا طب عندنا غانا وعندنا بعد كده رأس الأخضر وعلى فكرة رأس الأخضر منتخب محترم جدا جدا غير غانا غانا احنا عارفين تاريخنا معاهم مش هو التاريخ المنتخب الأديم ولكن ما تضمنش أي حاجة لازم أنا من دلوقتي خلاص نسينا المتش وخلصنا خدنا نقطة خلاص الحمد لله كرم من عند ربنا والله جات من السماء طيب باش مهندس أستاذ أحمد موسى بقولك اللي حصل ده ما يتكررش تاني هي المسألة مش بالطريقة دي إيه اللي نعمله علشان ده ما يتكررش تاني ما فيش حاجة اسمها رشيطة في كرة القدم تضمن لو عملتك أزا ما يتكررش تاني محصرش كالراجل بتاع توكشو ربما مش متخصص لكن فاهم كرة من خلال من طبيعته يعني أي هو شايف إن إحنا يعني ناخد الأمور بجدية وباهتمام وإن القوة الكروية متغيرة وأنا موظف تماما أن القوة الكروية متغيرة وإن الموضوع يحتاج إلى كامل خد بالأسباب اتعب في الملعب الناس تحس إن أنت جايب أخرج والنتيجة حيقبلوها منك أي أن كانت لكن لو حسوا إن أنت مش جايب أخرج في الملعب هيعودوا يدوروا على نقاط التراخي ونقاط الإهمال ونقاط الكلام ده إحنا في كرة القدم موجودين طمن فرق كتيرة كويسة ليدا بصرف النظر مجموعتنا مش مجموعتنا وكل الفرق دي بعضها وأهمها زي الكاميرون زي نانجيريا وغانا إلى وقت قريب تعرضوا لكبوات زينا بنقول كبوات ليه لأن تاريخ الفرق دي بيقول كده لكن الواقع الحالي بيقول إنه ممكن لما مش موفق لما مش عامل اللي عليك تتعرض لنتاج سلبي اللي جاي عايزين نكرس نفسينا له ونخوذ بالأسباب أستاذ براين أنا مش هخوش في التشكيل ومش هدعني أنا فاهم أكتر مكتش ومش هقول لأن أنا بقول لو كان حصل كذا ما ممكن اللي أنا أقوله يحصل ويكون سبب الهزيمة يكون لعيب من اللي أنا بقولهم يكون سبب الهزيمة يبقى أنت اللي زقين يبقى أنت مش أنا عدلي أي واحد أي واحد يقول رأيه يعني عايزين اللي يلعب يديني كل اللي جواه وده منتخب مصر ده أفضل لعيب النهاردة أي ما فيش حد منهم تقدر تقول لعيب قليل بس يديني اللي جواه اللي مش قادر يكون صريح مع المدرب بتاعه أنا النهاردة مش حاسس أن أنا كويس أو ينزل ويقرب من الخط يقول له أنا مش عارف مالي عشان بدري بدري يكتشف ويسحبك إنما لو كملت وانت مش حاسس أنك مش قادر بتضر نفسك بتضر فرقاتك ده كلام فيه خلاصة الموقف كل المطلوب مزيد من التركيز مزيد من الهدوء وبنأكد للعابتنا اللي موجودة في أبي جان كل جمهور مصر في ظهركوا كل المصريين منتظرين منكم حاجة كبيرة كل الناس عندها ثقة كبيرة إن انتوا تقدروا تعملوا حاجة كبيرة جدا بشرط التركيز والتركيز الشديد في المباراة وبذل المجهود خلاص مش هنتكلم فيه الظروف البدنية والتقس والرطوبة لأنه الحقيقة معظم اللعيبة اللي موجودة في كل المنتخبات هم محترفين في أندية أوروبية يعني كمان مش متعودين على هذا التقس فالظروف واحدة على الجميع وأرضية الملعب أعتقد الكل شايف إنها كويسة فنتمنى التوفير لمنتخبنا إن شاء الله تعالى الساعة 10 مساء الخميس والساعة 10 مساء الاتنين وعشان عيون منتخب مصر إحنا أجازة في اليومين الخميس والاتنين عشان تستمتعوا حضراتكم أجازة مضطرة بقرار من فيتوريا كل التوفير إن شاء الله لمنتخبنا الوطني دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله أسبوع رخيات